السنة الحالية بعين تموشنت وصفت بسنة الجفاف بامتياز بحكم ضعف التساقطات المطرية لا سيما خلال شهرين مارس وعفريل مما انعكس سلبا على المردود الفلاحي وكبد الفلاحين خسائر كبيرة نشكوى للجفاف سنصد علينا الجفاف من قبل شهرين أمطار لا صبتش النوع في هذه شهرين مارس وعفريل و53 يومتع رياح رياح مصيرا وهذه غلبة الفلاحة السنابل يعني قداش الفلاحة يعني ما فيهاش نعمة خسائر الفلاحين أضحت كبيرة ومطالب بضرورة تدخل المصالح التقنية وتكوين لجان لمعاينة الأراضي الوقت اللي بستعمر فيه الفلاحة كما قال سيد قبلي خرجت سبولة لو طن بستعمر مكنش تشوف ربما سبولة نايدة بسعكي تحكي سبولة سبولة خاوية للآن للآن مصارح الفلاحية ما خرجت ما شافت ما عينت الأضرار للناجمة على الجفاف نطالبوا بلي المديرية العامة على المصارح الفلاحية بما فيها الولايات يخرجوا يديروا معاينة برا غيباش أموة نعرفوا بليت مشنت بلي منطقة دربها الجفاف الجفاف أطحى يضرب أطنابه بالمنطقة مما يستدعي فتح نقاش حقيقي حول تداعيات الظاهرة وتدخل المستعجن للمصالح المعنية قصد دعم الفلاحين خاصة الصغار منهم وحتى المتوسطين ترجمة نانسي قنقر